ازايكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير النهاردة حلقة جديدة ومختلفة من حلقات عالم روني النهاردة كنت بعمل وصفة او ماسكة حلو جدا بيطري الشعر وبيغزيه بحب دايما ان انا عمله فقلت اشارككم معي وقل لكم طريقة عمله المكونات عندنا هنجيب بيضة بيضة واحدة وربع كوب لبن اهو وصمرتين موز متقشرين اهو اتنين بس موزتين على حسب طبعا طول الشعر لو شعرك اطول طويل قوي هتستخدمي ضعف الكمية الشعر مناسب ده الكمية دي تكفي تقريبا اللي شعرها لحد نص الضهر كده او تلت اربع الضهر البيض مفيد جدا لانه غني بالبروتين وبيعالج جفاف الشعر والقشرة وكمان بيحفز نمو الشعر وبيزيد كسفته اما الموز فهو غني بالبوتاسيوم والحديد والزينك وفيتامين الموز من العناصر الرائعة جدا للشعر لانه بينشط الدورة الدموية وبيزيد طول الشعر وكمان بيمنح الشعر لامعان وحيوية اما اللبن فهو غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين بي والعديد من الفيتامينات والعناصر الهمة اللي بتقوي بوصيلات الشعر وبتغزيه ودلوقتي هنخلط المكونات دي كلها مع بعض. اه الاول الموز قطعته قطعة كده صغيرة. هنحطها كده في الطبقة ده. وبعدين نحط البيضة. البيضة اهي. وبعدين اللبن. هنخلط دور كلهم مع بعض بالهند بلندور هنا هون. او يعمليه في الخلاط عادي زي ما يعجبك. لحد ما يبقى الملمس بتاعه زي الكريم كده. هعمله لكم دلوقتي وهفرقكم شكله وعمل ازاي. ودلوقتي انا خلصت خلاص دربت الخليط اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. اهو. ده شكله. بصوا بقى ريحته جميلة. مش باين اصلا غير ريحة الموز. وما تخافوش من البيض خالص ولا تقلقهم. البيض ما بيبقاش ريحة الخليط ده ريحة زفارة بيض او كده بالعكس. اللبن بيشيل خالص ريحة البيض وكمان الموز. الخليط ريحته نوز. اه التركة بقى فيه ناس بتقول تحب تزود اه زيت خاروع او زيت زتون او اي نوع زيود. انا الحقيقة ما بفضلش لما باجي اعمل ماسك للشعر او خلطة زي دي فيها مكونات طبيعية فيها فكهة او اي نوع خضار. ما بفضلش ابدا ان انا احط اي نوع زيت. لاني بحس ان الزيت بيعمل طبعا طبقة عزلة ما بين الشعر وما بين المسك اللي انا عاملاه. ففي خلطة تانية بيبقى ممكن اه كلها زيود. ما يبقاش داخل فيها اي مواد طبيعية اي فواكه او اي خضروات. زي ما قلت بيبقى الخلطة كلها زيود. او بنحط بنسبة بسيطة. يعني زيت بحيس ان نبقى عارفين ان الزيت هيختلط بالشعر والشعر هيستفاد منه. لكن المسك ده ما فيش دعي خالص ان انا حط اي زيت على الشعر. مع الخلطة دي. الخلطة دي لوحدها يا بنات كفاية. جربوها بجد ده حلوة جدا بتطر الشعر جدا وبتغزيه. وبتخليه كده هلس كده وصحي وبتحس بفرق كبير جدا بعد ما تعملي المسك ده. المسك قضي يا بنات زي ما عملت اها. شايفين? اهو. اهو بيبقى شبنة الكريم كده سيل شوية. احنا هنجيب بقى فرشة وهنحطه على الشعر من الجزور من جزر الشعر لحد الاطراف. كل الشعر بنغطيه بالمسك ده. وبنلبس بنيه بلاستيك. او او كيس. زي ما تحبيه وتسيبيه على الشعر ساعة. وبعد كده بنغسل الشعر طبعا بالشامبول اللي احنا بنستخدمه. يفضل طبعا الشامبول يكون نوع حلو ما يكونش فيه اه سوديوم او اي مواد ضرة بالشعر. بتغسليه الشعر كويس جدا وبعد كده بتلاقيه الشعر حلو وبتلاحظي الفرق. والمسك ده يتعمل اه لو زبتي عليه مرة واحدة كل اسبوع هتحس بفرق رهيب جدا في الشعر وهتلاقيه طول وهتلاقيه بقى شكله حلو جدا. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير ولو لسه مشتركتش في القناة ياريت تشترككم عن طريق ضغط زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.